موسيقى اليوم يصادف الذكرى الحادية عشر لاحتلال العراق هل انتهى الاحتلال الآلاف قتلوا منذ 2003 والملايين تشردوا والنزيف مستمر فما الذي حققه العراق الغزو الامريكي للعراق الى اي مدى غير في الشخصية العراقية حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الحادية عشر للغزو الامريكي على العراق دعونا اذا نستعرض قبل ان ندخل في هذه الدهاليز اخر الاخبار حتى الساعة نتنياهو يأمر بخفض مستوى الاتصالات مع السلطة الفلسطينية في القضايا غير الامنية ويستثني كبيرة مفاوضي محادثات السلام تسيفي لذني من ذلك الجيش السوري يسترد بلدة حدودية من قوات المعارضة والبابا فرانسيس يعبر عن ألمه العميق لمقتل رجل دين في سوريا السودان يطرد مسؤولة وكالة الامم المتحدة بتهمة التدخل في شؤونه الداخلية مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد ان ايران تتعاون وتنفذ الاتفاق النووي حسب الخطة مشاهدي كرام ارحب بكم من جديد وفي هذه الحلقة الخاصة الحقيقة التي نفردها للحديث عن الغزو والاحتلال الامريكي على العراق وقيل ليس كل التاريخ مؤامرة لكن المؤامرة موجودة في التاريخ ومن لا يرى مؤامرة في كل ما فعله الغرب في هذه المنطقة منذ بدايات القرن الماضي من وعد بلفور سايكس بيكو اقامة اسرائيل وما فعلته منذ بدايات هذا القرن لا يفرق بين التمرة والجمرة هكذا يقال تمر اليوم الذكر الحادية تعشر للسقوط العاصمة العراقية والتي اطلق عليها ثاني الخلفاء العباسيين دار السلام فاصبحت بلاد الرافدين دار الدماء واشعلت الحرب فتيلة طائفية والمذهبية والفتنة في بلد ينظر اليه انه كان احد الدول العربية القوية حيث عدد السكان واعداد الجيش وعتاده ونبوغ علمائه ولكن بعد الحرب تفجرت الازمة والاختتال والتنازع ولم تنجح الحكومات المتعاقبة على السلطة في مثل هذا اليوم كان الغزو العراقي على القزوة الامريكية على العراق نتابع تفاصيل ذلك ونبدأ حوار واسترجاع ذكريات تقود ماضي مؤلم تحت ذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وبعد الفشل في الحصول على قرار من مجلس الأمن لضربه قررت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا خلال مارس 2003 غزو العراق والإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عبر هجوم عسكري بري وجوي وبحري من قواعد عسكرية بلغ عددها 63 قاعدة مباشرة ومساندة استهدف الهجوم مناطق الآمنين وتدمير المنشآت المدنية والخدمية وهدم الدور وقتل آلاف العراقيين ليتمكن الجيش الأمريكي من دخول بغداد في التاسع من نيسان من عام 2003 بات العراق تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية ثم صدر قرار من مجلس الأمن يقضي باعتبار العراق محتلا من قبل القوات الأمريكية على أن تطلع دولة الاحتلال بالتزاماتها القانونية والدولية الخاصة بالاحتلال وعينت واشنطن جي كارنن مسؤولا عن العمليات العسكرية ثم عينت بولي بريمر حاكما مدنيا على العراق في السابع عشر من مايو 2003 والذي قام بتهديم ما لم تهدمه الحرب فعزم على إلغاء الجيش والأمن والمخابرات ووزارات ومؤسسات عديدة في الدولة وأصدر قانون اشتثاث البعث وأصابت دولة بالشلل التام في جميع مرافقها وأعلن عن خطة عمار العراق بمبلغ 20 مليار دولار كانت خطة عمار العراق أكثر مرارة من خطة تدميره في الأيام الأولى للحرب تعرضت العديد من المدن العراقية خلال فترة الاحتلال إلى التدمير الشامل المستمرة آثاره إلى اليوم ومنذ نيسان عام 2003 إلى نيسان عام 2005 ادعت الولايات المتحدة بأنها لم تتمكن من العثور على أسلحة الدمار الشامل وبعد ذلك أعلنت اللجنة المستقلة في الكونغرس الأمريكي في نيسان عام 2005 بأن الاستخبارات الأمريكية ظللت الحكومة الأمريكية حول هذه الأسلحة وثبت للجنة بأن العراق لا يملك أسلحة دمار شامل ولتتغير ذريعة غزوه إلى ذريعة تحقيق عراق ديمقراطي حر ينعم بالأمن والسلام والتقدم والتطور لكن على الطريقة الأمريكية شبح هذا القرار المصيري ما زال يخيم على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بعد مرور 11 سنة على غزو العراق مثل ما يخيم على المواطن العراقي الذي يجد نفسه أمام تساؤلين ملحين لماذا كانت الحرب؟ وهل كان غزو العراقي مبررا؟ هو سؤال حائر يزال معلق وبكل تأكيد هو غير مبرر بأي حال الأحوال ولكن ما هو السبب في ذلك؟ ولماذا حدث ذلك؟ كلها أزئلة تبدو معلقة شكرا زميلا نور العنبكي على هذا التقرير الضافي أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو السيد محمد الدوري ممثل العراق السابق في الأمم المتحدة وأرحب بسيد سعد الله الفتحي الخبير في شؤون النفط والرئيس السابق لدائرة دراسات الطاقة في أوبيك ضيوفي الأكارم مرحبا بكم ونحن في ذكرى الحادية عشر الغزوة العراقية سيد دوري لعله السؤال المتجدد لماذا غزت واحتلت البلاد المتحدة الأمريكية العراق؟ شكرا على الاستضافة في هذه المناسبة المؤلمة أعتقد لجميع العراقيين وليس لقسم من العراقيين وكذلك لكل الشرفاء في العالم الذين وقفوا ونتذكر جميعا من الشعب الأمريكي إلى الشعب الياباني ومن الشعب الأسترالي إلى شعوب أفريقيا كلهم وقفوا ضد الحرب الشعب الإنجليزي ونهيك عن الشعب العربي ولا أقول الشعوب العربية الذي وقف وقفة مشرفة في ذلك الوقت ضد الاحتلال وكان على وعي تام بأن المبررات التي قدمت للرأي العام العالمي للأمم المتحدة كانت عبارة عن مزحة ثقيلة ومحاولة يائسة لتبرير ما سيقومون به وبالرغم من كل الاحتجاجات التي حدثت وقع ما وقع وصار جزءا من التاريخ المخزي للولايات المتحدة الأمريكية ولأوروبا عموما وبالذات إنجلتر وكذلك لا أتردد في القول لبعض الحكومات العربية لكن الشعب العربي لا بقي نظيفا وواعيا أعتقد على درجة من الوعي أقوى من حكوماته وأقوى من المسؤولين لديه لأنه كان يعرف الحقيقة فالشمس لا يمكن تخبيئتها بغربال أسباب هذه الحرب هي لا يمكن أن أقول أسباب شخصية كما الدعد من أن بوش الأبن ينتقم لأبيه هذا كلام لا يعبر عن وعي تام ولا يعبر عن معرفة جيدة بطبيعة النظام الأمريكي إنما هناك أسباب حقيقية وفعلا مبررة للولايات المتحدة الأمريكية لأن تدمر العراق منها ففي ذلك الوقت الشوكة الوحيدة التي كانت تستطيع أن تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية والعراق والعراق واحدة وقد قال لا للولايات المتحدة الأمريكية عندما وجه صواريخه إلى إسرائيل لأول مرة في تاريخ العرب وكان في ذلك تحديا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد أن يمس شيء إسرائيل إلا من الورود والروائح العطرة بالرغم من كل ما قامت به وتقوم به حتى هذه اللحظة ضد هذه الأمة البائسة المسكينة التي تسمى الأمة العربية وبالمناسبة لم يعود أحد الآن يسمي الأمة العربية تهى موضوع الأمة العربية يبدو أنهم ندموا على اتفاقيات ساكس بيكو وأرادوا أن يقيموا شرقا أوسطيا جديدا ما بعد ساكس بيكو هذا التشضي العربي الذي فعلته ساكس بيكو لم يعد يطفئ ضماء الولايات المتحدة الأمريكية وهؤلاء الذين لا يحبون العرب ولا يحبون المسلمين في الآن نعم على كل نحن في خير هذا اللقاء سنحاول أن نصبر كل الأغوار ونستطيع كل الرؤى في هذا الخصوص سيد سعد الله الفتحي كثير من الناس عندما احتلت وغزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق ذكروا بأن النفط العراقي هو الهدف والسبب الرئيس لكن يبدو أن للولايات المتحدة ما هو أغلى من ذلك أليس كذلك؟ يعني لا بد أن يكون النفط هو أحد الآدف للاحتلال لا أريد أن أقول أنه هو كل الهدف للاحتلال ولكنه يلعب دور كبير جدا في أن العراق يعتبر جائزة كبرى في الوقت الحاضر بالنسبة للنفط بسبب إمكانياته الكبيرة بسبب احتياطياته الغزيرة بسبب كون أكثر من نصف البلد هو غير مستكشف بالوقت الحاضر إلى هذا اليوم فإذن الاحتمالات ممكن أن تحزز دور الولايات المتحدة بالتأكيد ينبغي السيطرة على مراكز النفط وإنتاجها ليس بالضرورة أن تأخذها هي كملكية لنفسها بإنما السيطرة عليها السيطرة على كيفية الإنتاج بها فتح الباب أمام شركاتها إلى آخر لكن هل وقع الحال يقول ذلك هل الشركات التي تنقف الآن في العراق هي بحال من الأحوال التابعة للولايات المتحدة وأنها فتحت ربما لكل الشركات نعم هي شركات عالمية صحيح بس لا تنسى أن النفط سلعة خاصة فالمهم أنه وجودها في السوق سواء كانت قامت به شركة أمريكية أو بريطانية أو صينية أو روسية المهم وجود هذا النفط في السوق من خلال هذه الطريقة حققت الولايات المتحدة مكسب كبير وبصورة خاصة أن الحكومة التي أولدتها الولايات المتحدة قامت في غلال أسابيع معدودة ببيع أكثر من 70% من احتياط النفط العراقي إلى الشركات الأجنبية مرجعة العراق أكثر من 40 سنة إلى الوراء حيث قام بالتأميم نفس الحقول ونفس الشركات في سنة 71-72 سيد محمد دوري وإذا رجعنا لحديثك فأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أهداف استراتيجية ربما تتجاوز العراق نفسه للمنطقة هناك من يرى أن الإدارة الأمريكية عمدت على تحويل العراق إلى دولة فاشلة بامتياز وأن ذلك تم بشكل علمي وممنهج كيف نقل أذان؟ لتعقيب بسيط على ما تفضل به الأستاذ أبو علي هو في تلك الفترة أنا كنت أتابع موضوع النفط في تلك الفترة فعلا كان هناك تصور أن العالم في عام 1900 ما بعد عام 2020 إلى 2026 سوف يصبح هناك قصور في كفاية النفط على مستوى العالم وهذه تقارير أمريكية وبالتالي فإن النفط كان أحد العوامل الرئيسية طبعا بعد ذلك تكشفت أمور كثيرة ووجد النفط السخري وكتشفت مناطق في البحار الغاز وغيره 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 الآن أصبح ينظر إلى النفط نظرة ثانوية ولكن في حقيقة الأمر في تلك الفترة كان النفط العراقي عاملا أساسيا من عوامل الحرب على العراق وكما أشر تدمير العراق أما الجانب الآخر نحن لا ننسى أن العراق موقعه موقع استراتيجي صحيح كل دول العالم تقول موقعنا موقع استراتيجي وهذه حقيقة كل واحد استراتيجي بالنسبة لحجمه ولمكانه في أفريقيا هناك مناطق استراتيجية في آسيا هناك مناطق استراتيجية العراق هو قلب المنطقة قلب الشرق الأوسط وأحد أعمدة الأمة أحد أعمدة الوطن العربي فلذلك العراق كان يجب أن يكون مثلا للآخرين يحتذا به ينظرون له أنه كيف دمر العراق أنه سيكون مصيرهم كذلك أن لم يرعوا وأن لم يستجيبوا لما يطلب منهم من أدوار سواء كانت سياسية وسواء كانت اقتصادية وبالذات القضية الفلسطينية إذن الأنصر المهم في هذا الموضوع هو فلسطين يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانت تعتقد أن الخطر الأساسي الذي يمكن أن يحدق بإسرائيل هو يأتي من العراق لأنه كانت المنطقة معروفة وكل واحد رافع عن هويته وشعاره وبالتالي لم يبقى إلا العراق الرأس العنيد الذي كان يضع رأسه في رأس الولايات المتحدة الأمريكية ويقول لا خاصة في قضية العراق يعتبرها هي روحه هي مستقبله العراق عربيا فإذن هو فلسطيني قبل أن يكون عراقي هكذا خلق الله العراق والعراقيين وهذا الدور الذي لعبه كان لابد أن يكسر هذا المتمرد على السياسة الأمريكية إذن الأسباب كانت واضحة وهي ليست أسباب شخصية كما يقال أن سين يكره صاد وفلان يكره حلان الولايات المتحدة الأمريكية لا تعمل هكذا لا تشتغل هكذا سيد صلى الله هذا الفشل الممنهج لهذا البلد اقتصاديا كيف تم في تقديرك كيف تم تفريق العراق من محتوى رغم إمكاناته الكبيرة والعالية نحن نعلم أن العراق دورة نفطية من الدرجة الأولى لكن واقع الحالة الآن في هذا البلد لا ينبئ بذلك يعني كهرباء فيها أزمة في هذا البلد المنتج للنفط أين يذهب؟ يعني هناك حتى لو افترضنا كامل حسن النية هناك سوء إدارة كبيرة جدا فيما يتعلق بسياسة الطاقة في العراق سواء النفط أو الكهرباء أو الغاز وهذه الوضعية خلقها عدم وجود قيادة مؤمنة بشعب العراق وبفنيين العراق الذين خدموا صناعة النفط فيه لأكثر من ثمانين سنة قبل مجيء الاحتلال هذا الوضع تحولت كل معظم هذه المسؤوليات إلى الشركات الأجنبية والشركات الأجنبية تعمل لمصلحة نفسها عامل الربح هو الشيء الوحيد الذي تعمل بموجبه هذه الشركات ومع ذلك وبالرغم من البلايين التي تصرف وبالرغم من البلايين التي أخذتها الشركات لحد الآن نجد بأن النتائج متواضعة تماما فإنتاج العراق في سنة 2004 كان مليونين وثلاثمائة ألف برميل في اليوم إنتاج العراق في نهاية سنة 2013 هو ثلاثة ملايين برميل في اليوم نحن في سنة 79 كنا ننتج ثلاثة ملايين وثلاثة أعشر مليون برميل في اليوم حتى في زمن الحصار تجاوزنا ثلاثة ملايين برميل في شهر واحد ربما كان في شهر تسعة سنة 2001 وخلال الحصار طبعا إنتاج العراق كان محدد من قبل الأمم المتحدة اللي هي بالذات بريطانيا وأمريكا بطرق مختلفة يعني منعوا العراق من أن ينتج ما يقدر عليه مع ذلك الصرف الملايين اللي تتروح إلى الشركات هذه والنتيجة لحد الآن هي نتيجة متواضعة والتراجع عن ما يسمى بالخطط بدأ منذ مدة طويلة خطة الحكومة كانت إنتاج 12 مليون برميل في سنة 2017 الآن تراجعوا إلى تسعة ملايين برميل لسنة 2020 وهناك تراجع ثاني كما يقولون أن هذه هدف متحرك بدأوا يصفون ذلك بأنه هدف متحرك ومعنى ذلك أنه ربما تكون ستة ملايين في سنة 2020 وهو ما كان ينادي به كل الخبراء العراقيين أن العراق يجب أن لا يسعى لبناء طاقة أكثر من ستة ملايين برميل في اليوم إذن لماذا صرفنا كل هذه المصاريف حتى نتراجع باستمرار في هذا المجال؟ هذا هو السؤال نعم ليس عظمنا أرجو أن تبقى معي وضيفي الكريمة لسيد محمد الدوري في هذه الحلقة الخاصة التي نخصصها للقراءة الواقع العراقي بعد 11 عاما على الغزو والاحتلال إذن لازلتم تتابعون هذا البرنامج اليوم في ساعة من سيئم بساعة عربية بعد الفاصل اغتصاد العراق بعد 11 عاما على الغزو حرس المنشآت النفطية الليبي يتسلم مرسل احريقة هذا كان واحد من أبرز الأخبار الاختصادية وتقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان التي تهدف لإنعاش السوق الزراعية اليابانية وسوق السيارات في كل البلدين غاز بروم الروسية تقترب من اتفاق غاز تاريخي مع الصين إضراب عام في اليونان رغم الشائعات بعودة البلاد إلى أسواق الديون إذن كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الاقتصادية على مستوى العالم ولكن نحن اليوم ندخل في الداخل العراقي وفي العمق العراقي والسؤال عن هذا البلد بعد 11 عاما من الاحتلال والسؤال يغني عن الحال ووضع اختصادي ووضع متردي نتابع هذا التقرير ومن ثم نواصل حوارنا مع ضيوفنا في هذه الجولة مضت الآن 11 سنة أو أكثر قليلا من 4000 ليلة منذ أن استفاق العراقيون على نبأ لم يألفوا سماعه من قبل إنه سقوط بغداد سيبقى أثر يوم التاسع من أبريل نيسان عام 2003 عندما ولجت القوات الأمريكية الغازية إلى قلب العاصمة العراقية ماثلا للعيان طالما استمرت حلة البلد المتمثلة في متلازمة من الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي هناك مساحة شاسعة للتقديرات والاحتمالات حول تكلفة الحرب والسقوط والاستبدال على العراقيين نقول تقديرات لأنه من الصعوبة بمكان الركون إلى أي أرقام حقيقية صدرت من سلطات الاحتلال أو حتى من الحكومة الحالية التي تقبع في أسفل سلم مؤشرات الشفافية الدولية يقدر الخبراء الخسائر المباشرة التي مني بها الاقتصاد العراقي جراء ثلاثة حروب هائلة بنحو 600 مليار دولار يضاف إليها 500 مليار دولار أخرى كتعويضات وديون صافية مستحقة على البلد لكن عند احتساب فوارق تضخم الأسعار وقيم الأصول خلال العقود الثلاثة المنصرمة تصبح محاصلة الخسائر المادية التي تحملها وسيتحملها الشعب العراقي نحو تريليون ومائتي مليار دولار حديث الخسائر هذا متجدد دائما مع استمرار تردي الأداء الحكومي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي لثاني أكبر منتج للنفط في أوبيك فما بين انفلات أمني وفتنة طائفية وسرقة أموال عامة وأزمة هوية طاحنة يتراجع أداء الاقتصاد العراقي بشكل مريع ويرتفع معدل اعتماد الحكومة على عائدات النفط إلى أكثر من تسعين في المائة من إجمالي إيرادتها كما يوفر النفط نحو ثمانين في المائة من عائدات النقد الأجنبي وحتى الآن تساهم عقبات عديدة في تحرر الاقتصاد العراقي من صفته الريعية بما في ذلك النظام السياسي الضعيف والتحديات الأمنية والاستقرار المجتمعي نهيك عن ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر والفساد المستشري والبنية التحتية المتهالكة ونقص الخدمات الأساسية والعمال الماهرة والقوانين التجارية وارتفاع معدلات البطالة والبطالة المقنعة تجاوز هذه العقبات هو الطريق الوحيد أمام العراقيين لطي واحدة من أقصى صفحات تاريخهم الحديث على كلين عودة من جديد نظيف هنا في الستيديو سيد محمد الدوري وأنت كنت ممثل العراق في الأمم المتحدة في ذلك التاريخ هناك من يقول أن بغداد يعني دعنا نسأل في بعض المسائل التي حدثت في ذلك اليوم لم تكن لتسقط بهذه السهولة لو لا وجود خيانة حدثت يعني إلى أي مدى وأنت كنت بعيد عن المشهد يعني حتى مكانا يعني في الأمم المتحدة ولكن في تقديرك الحدث ذلك يعني سقوط بغداد بتلك السهولة ربما لم يجد إجابة حتى الآن أنا أعتقد يعني هذا الموضوع هو مؤلم يعني صراح عندما نتذكره ونتذكر اللحظات التي رأينا فيها الجنود الأمريكيين يجيبون شوارع بغداد هي كانت لحظة ومشهد مروع بالنسبة لنا لكن لو صرنا واقعيين أكثر وحللنا الموضوع من وجهة نظر واقعية في إيجاد موازنة أو مقارنة بين حجم القوات الأمريكية وما تملكه من كل أنواع الأسلحة ومن آلاف الجنود وبين دولة ضعيفة محاصرة طوال يعني كم عام طوال 12 سنة في حصار لا يمكن لأحد أن يتصوره أنت تكلمت قبل قليل عن ما يحصل للشعب العراقي ما يحصل للعراق وإلى أين وصل العراق هذا أعتقد كانت بدايته مخطط لها هي ليست محظ صدفة وإنما مخطط لها في فرض حصار قاس على الشعب العراقي بحيث يفقد بوصلته ويفقد طريقه وبالتالي الإنسان العراقي كان يبحث عن لقمة الخبز ولقمة العيش هذا البلد الغني الثري جعلوه يبحث عن لقمة العيش للأطفال الصغار عن كأس حليب للأطفال الصغار عن حب الدواء للأطفال الصغار والشيوخ إذن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها من معها من التحالف كانوا يريدون قسم ظهر العراق هل بلع أي طعم العراق حتى يدخل في هذه أنا لا أعتقد لكن بالتأكيد هناك أخطاء كانت هناك أخطاء كانت موجودة قبل الحرب السؤال هو هل كان من الممكن تفادي هذه الحرب أم لا من الممكن أن نقول هكذا ممكن جدا لأنه أنت لا تعرف بالضبط ما الذي حدث في ضمير القيادة العراقية في تلك اللحظة ولكن في ذات الوقت في ذات الوقت كان المخطط يسير وأنا أعتقد بأن الحرب العراقية الإيرانية وحتى غزو الكويت كان مقدمة كان مقدمة لحصار اقتصادي خانق يقود إلى ما قاد إله لذلك أنا تعجبت واستغربت فقط وانزعجت كثيرا لقصر الفترة وإنما كنت واثقا من أن الاحتلال سيقع ولكن المقاومة ستقع كذلك وهذا الذي حدث كان الاحتلال بهذه السرعة التي يمكن أن تفسر ولكن التفسيرات أعتقد كلها جانبها الصواب لأن الشعب العراقي استطاع أن يطرد الأمريكان من أرضه خلال فترة وجيزة ولم يستطع الأمريكان أن يقاوموا ولكن ما مسكوا من مفاصل أساسية يتمكنوا بها من الشعب العراقي بعد أكثر وأمحنوا في تدمير العراقيين الآن كما أشار إليها تقريرا إذن هذا مخطط صحيح طرد الأمريكان صحيح لكن العراقيين دخلوا في اقتتال داخلي لا يزال سأتيك سيد محمد الدولي الحديث عنه ولكن أنتقل للسيد سعد الله ونتحدث عن الغاز المسكود عنه في العراق يعني إلى أي مدى هو أيضا مؤثر وبكميات كبيرة دائما الحديث عن النفط في هذا البلد يعني أحد المعلقين يقول عندما تطير ليلا في سماء البصرة تجد الصحراء منارة تماما ليس بالكهرباء وإنما بالغاز المحترق في حقول النفط العراقية وأنا أقدر بأرقام موجودة عندي والحمد لله أن مجلة الإيكونوميست البريطانية طلعت علينا بتقرير قبل أسابيع قليلة تقول بأن الغاز الذي يحرق في العراق هو 12 بليون متر مكعب في السنة هذه الكمية أكثر من استهلاك دولة أوروبية هي النمسا التي تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على الغاز في ميزان الطاقة مالها ولا يمكن أن تنقطع فيها الكهرباء لمدة دقيقة واحدة وأنا عشت في النمسا لمدة ثمانية سنوات وأعرف ما يحدث هناك من هذا الجانب 12 بليون متر مكعب في السنة وكالة الطاقة الدولية تقدر خسارة العراق بين سنة 2012 وسنة 2020 بسبب حرق الغاز 70 مليار دولار خسارة العراق فقط من هذه الناحية عجبا لماذا يحرق هذا الغاز في الوقت الذي يمكن هذا ما كنت حول أن أسلعته نعم لسوء الإدارة وسوء التخطيط واستمرارا في الكارثة التي يعاني منها شعب العراق أعطوا الغاز في جنوب إلى شركة شيل شركة شيل إلى حد الآن قامت ببعض التحسينات يعني أنا مهندس يجب أن نكون أمين على ما يحدث قامت ببعض التحسينات ولكنها تحسينات جدا جدا قليلة لم تصل إلى مستوى إنتاج سنة 2002 لا نقول أنه وصلنا إلى الكمال الذي كنا عليه هذا على مستوى الغاز؟ على مستوى الغاز لا نقول أنه كنا في سنة 1990 لم تصل إلى إنتاج سنة 2002 لحد الآن في الوقت الذي الاتفاقية موقعة معه منذ سنة 2009 والملايين صرفت في هذا الاتجاه ويقولون لنا أننا سوف نصدر الغاز نحن لا نريد تصدير الغاز نحن نريد استهلاك هذا الغاز قبل كل شيء في محطات الكهرباء حتى لو تم تصديره سيد محمد الدوري كما يصدر النفط الآن لا ندري أين تذهب هذه الفلوس في العراق هذا المضحك في الموضوع يعني الأستاذ سعد الله يتكلم عن يقارن في 70 مليار من 2012 إلى 2020 70 مليار نخسر نحسن سنويا كم نخسر كم يأتينا كان يوديا للأستاذ سعد الله يعطينا عن ما هي الموارد المالية من قطاع النفط للعراق طبعا لا يوجد قطاع آخر يعمل في العراق الاقتصادي فقط قطاع النفط طيب من قطاع النفط هذا يأتينا منه هناك تقديرات مختلفة وطبعا لا يمكن لأحد أن يعرف الرقم الصحيح لأن هناك عدادات لا تعمل في خروج النفط من العراق والحديث كثير عن سرقة إيران لنفط عراقي يقدر بملايين كذلك إذن لنسأل من العام 2003 نترك 2003 نبدأ ب2004 نترك 2004 نذهب إلى 2005 2006 الأمور استتبت لمن استتبت له الأمور والمفروض أن يلتفتوا إلى أمور شعبهم نحن نعتقد الحصائية تقول بحوالي 600 مليار دولار على أقل التقديرات وليس على أكثر التقديرات أقل التقديرات العراق حصل على 600 مليار دولار منذ الاحتلال حتى اليوم وهذا أمر سوف يصححه الأستاذ المختص طيب نريد أن نأتي هذه المئات المليارات طيب أين ذهبت؟ أين اختفت؟ لم يبلط شارع؟ لم تبنى مستشفى؟ لم تتصلح مدرسة؟ طيب الزراعة دمرت؟ الصناعة دمرت يعيشون على عوائد النفط فقط في حين كان بالإمكان أن يعيدوا العراق إلى ما قبل أهد الأهد السابق ليجعلوا منه واحة زراعية اقتصادية صناعية طيب أين ذهبت هذه المليارات؟ نحن نسمع ونقرأ من هم أصحاب البلايين الآن من العراقيين ونعرف كيف يعيش العراقيون اليوم وما هي حالتهم الصحية؟ ما هو وضعهم الثقافي؟ ما هو وضعهم الاجتماعي؟ ما هو وضعهم؟ يتحدثون الآن عن أن هذه المليارات صرفت طبعا للنهضة للنهوض بالديمقراطية في العراق لقد أصبح العراق الآن واحد ديمقراطية بالنسبة للعالم لا يمكن أن تقارنه حتى بالنمسا التي ذكرها الأستاذ قبل أقل العراق ديمقراطي فيه انتخابات فيه حرية فيه صحافة فيه أحزاب ولكن أي صحافة وأي أحزاب وأية أحزاب وأية حرية على كل إلا مكافر نحن هنا في القناة مثلا نتحدث بلغة المؤشرات والأرقام والتقارير بغض النظر عن أي ميون وهي كلها تقول بأن العراق بلد فاشل يعني حتى الآن في خلق دولة أدخل فلوس أبدا بيدخل هذا موضوع آخر سيد سعد الله دعنا أنتقل بك قليلا من الاختصاد إلى دهاليز السياسة بعض الشيء والسياسة والاختصاد وشال لعملة واحدة وأنت تعلم أن الطائفية دعنا نسميها بشكل مباشر التي تم إيغاظ فتنتها في العراق لعلها الآن تأخذ هذا الشكل ويبدو أن هناك من دبر لهذا الشيء بشكل علمي وهذا الصراع الأيدولوجي علم أنه بنفسيات الجميع سيقود إلى حرب طويلة وهي تستمر يعني إلى أي مدى الآن هذه الطائفية تفتك أو تسهم أن تكون أحد أدوات الفتك لهذا البلد يعني إلى حد كبير أعتقد أن عامل الطائفية وعامل التشضي في المجتمع العراقي ربما كان سلاح أكبر من الاحتلال وأكبر من أسلحة الاحتلال لأنه فيه نوع من الاستمرارية الآن لا تجد من يسمي نفسه عراقي من من يسمي نفسه سني أو يسمي نفسه شيعي أو يسمي نفسه كردي أو يسمي نفسه مسيحي أو يسمي نفسه أشوري وهكذا يعني مسألة المواطنة العراقية مع كل الأسف اختفت اختفت رسميا أصلا وليس فقط بأحداث اليومية التي نشاهدها وفي على هذا الأساس في ظل هكذا وضع ليس بإمكاننا أن نعرف ماذا سيحدث غدا صحيح أنه على المستوى الشعبي في أكثر من مؤشر هذا التشضي رفض ولكن هناك قيادات موجودة ومتمكنة وبيدها المال وبيدها السلاح تعمل على تحريك هذا العامل القبيح متى شاءت لإيقاع مزيد من الأذى بشعب العراق وتأخير برامجه التنموية وتأخير عدم معالجة أي مشكلة من مشكلاته ونشوف نحن نخذ مشكلة بسيطة جدا مشكلة الكهرباء إذا عش سنة لا تتمكن حكومة من معالجة مشكلة واحدة التي هي الكهرباء بالرغم من الدعم الأوروبي والدعم الأمريكي صحيح ما يدعو للتساؤل حقيقة والحيرة ضيفين الكريمين أرجو أن تبقيا معي سنواصل معكم في هذا البرنامج بعد الجزء الثالث والأخير والعراق تغير سياسيا بطبيعة الحال وتغير اقتصاديا واجتماعيا أيضا بالبعض الفاصل الغزو الأمريكي للعراق إلى أي مدى غير في الشخصية العراقية أرحب بكم من جديد دعونا بالأرقام في هذا الجزء من البرنامج أيضا نتبين بعض الحقائق في العراق ومن ثم ندخل للتغيرات الاجتماعية التي طرأت على العراقيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني إذا اكتفينا من هذه الأحصاءات بثمانية ملايين أرملة وستة ملايين يتيم لا شك في أنه ليس هناك عاقل يستطيع أن يقول بأن العراق تقدم قيد أنملة إلى الأمام فقط بهتين النتيجتين ولا شك أن المرأة العراقية تدفع الثمن باهظ ونحن نرى أن التفجيرات والقتل لا تفرق بينها وبين الأطفال في هذا البلد ونحن تحدثنا قبل قليل عن ستة ملايين يتيم معي عبر سكايب من بغداد الأستاذ الشروق العبايجي الناشطة المدنية أستاذ الشروق مساء الخير وشكرا لوجودك ونحن اليوم أنا لا أقول نحتفل لكن نحيي على كل حسب التاريخ الذكرى الحادية عشر للغزوة الأمريكية على العراق لا أريد أن أزأل سؤال سازج عن حال المرأة في العراق ولكن ما هي أبرز التغييرات التي طرأت على واقع المرأة العراقية طوال هذه السنوات مساء الخير أولا وشكرا على الاستضافة أنا لم أسمع التقرير والإحصاءات ولكن سماعتك تذكر رقم 8 ملايين امرأة أعتقد هذا الرقم مبالغ بي جدا نحن نعرف أن هناك مشكلة اجتماعية حقيقية بوجود عدد كبير من الأرامل متراكم منذ زمن الحرب العراقية الإيرانية وصولا إلى أرامل أستاذ الشروق نحن نتحدث عن 8 ملايين أرملة ويتيم نعم ولكن أيضا الأحصاءات هي العدد كبير في كل الأحوال أنا ذكرت بأنها ظاهرة ومشكلة اجتماعية حقيقية ولكن علينا أن نكون دقيقين بالأرقام لأن حجم الظاهرة أيضا هو ليس بالعدد وإنما بعمق المشكلة التغيرات الكبيرة التي حصلت على المرأة العراقية بالتأكيد هي جزء من التغيرات التي حصلت على المجتمع العراقي ككل هناك ظاهرة مشاركة المرأة في الميادين السياسية الآن مهما اختلفت الأسباب ولكن نشهد إقبالا كبيرا من المرأة العراقية على الترشح إلى الانتخابات بكل أنواعها انتخابات مجالس المحافظات الانتخابات الفرلمانية وغيرها هناك أيضا طبعا هذا مثل ما ذكرت بغض النظر عن نوع الأداء السياسي هناك أيضا حرية الإعلام والصحابة التي فسحت المجال للعشرات والمئات من العراقيات لأن يدخلنا هذا المضمار ويبدأنا في مجال الإعلام أيضا هناك بعض المظاهر السلبية مثل ما ذكرت لي جزء من واقع الحال في المجتمع العراقي لا تزال مظاهر العسكرة الشديدة تؤثر على حياتنا وعلى المرأة بشكل خاص باعتبار أنه يعني أنت تعرف المفاهيم الاجتماعية بأنها امرأة ويخاف عليها لأن تتعرض إلى مواقف يعني تسيء لها ولعائلتها وبالتالي مظاهر العسكرة شديدة انعكست على حركة المرأة وحريتها بالتمتع بكل النشاطات الاجتماعية والثقافية صحيح أستاذ شروق يعني واحدة من أبسط الحقوق لدى المواطن في أي دولة أن ينعم بالأمن والاستقرار والسلام وأن يحقق مستوى من لا أقول الرفاهية ولكن العيش العادي يعني إلى أي مدى العراق طوال هذه السنوات الآن ولعلنا نحن نتابع ذلك من على شاشات التلفزيون والتقارير وأنتم في الداخل يعني أصبح فيه المجتمع متشزي ربما وغير سعيد بأي حال من الأحوال إذا كنت تسمعيني وانقطع الاتصال أنا أشكرك الأستاذ شروق العبايجي الناشطة كانت معي من بغداد شكرا جزيلا لك ولكن يبدو أننا أيضا عاودنا الاتصال سؤال أخير أستاذ شروق سألتك عن المجتمع العراقي نعم المجتمع العراقي الآن إلى أي مدى هو تغير وتبدل في هذه السنوات باختصار لو تكرمت تغير بشدة وتغير من مجتمع نعم عفوا من نظام ولكن الآن الخفض أصبح متعدد الأشكال الرعب من الجريمة من البينيشيات من التعرض إلى الحوادث إلى حالات الإرهابية التي تحدث باستمرار هناك تغير كبير جدا بالتأكيد في حياة الفرد العراقي أنا أشكرك شروق العبايجي الناشطة المدنية من العراق شكرا جزيلا لك عودة إلى ضيوفينا في السيديو سيد محمد الدوري لعل آفة الطائفية في العراق هي بيت القصيد وما لم يتستقيم الأمور في هذا البلد وأظن أنها خرجت عن حيز السيطرة بعد أن سقط الضحايا هنا وهناك وكل يوم نسمع في هذه التفجيرات هل هو مشروع طائفي؟ أستاذ الطائفية هي ليست مشروعا عراقيا هي مشروعا غربيا بامتياز وهناك تقارير ذكرت بأن أفضل سلاح لتقسيم أوصال الوطن العربي فقط وليس العراق فقط وإنما سوريا أينما وجدت الطوائف وأينما وجدت أديان سوف يطالها لا نقول ما طال العراق إذا لم يعو لذلك هذا هو السلاح النووي الجديد الذي استخدم في العراق وأوصل إلى نتائج ذاتها التي الأرقام التي تحدثت عنها وأقول بأن الاستقطاب الطائفي الآن في العراق هو الطريق الوحيد الذي بقى أمام الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها إلى تقسيم العراق لأن تقسيم العراق لا بد أن يحصل هنا نذهب إلى نتيجة خطيرة جدا لم يكتفوا بقتل العراقيين وتدمير العراقيين ودمار الشخصية العراقية في كل جوانبها الفكرية والثقافية والاجتماعية وغيرها لكن ذهبوا وأنا أعتقد أن الهدف الأساسي الذي سيصلون إليه أو الذين يريدون الوصول إليه ولكن المسألة مسألة التوقيت فقط هي موضوع تقسيم العراق الحديث عن وحدة العراق الآن أصبح الذي يتحدث عن وحدة العراق هو شخص حريص على بلده ولكن عندما يصل الاستقطاب الطائفي إلى هذا الحد عند ذلك يتضح أمامك ما هو مخطط له في الأفق الذي هو التقسيم الطائفي وسوف يبدأ في فصل كردستان ثم بعد ذلك يتشظى العراق كما يراد له ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني الإيراني نعم سيد سعد الله على ذكر كردستان وكردستان المركز دائما خلاف النفط القائم بين البلدين يعني إلى أي مدى هذا الخلاف من الممكن أن يؤدي إلى انقسام هذا الإقليم وإلى أي مدى هو يمتلك مقاومات هذا الانفصال ويستطيع أن يكون دولة رغم أن العراقين لا يريدوا الحديث في مثل هذا الموضوع لكن نحن كإعلاميين نطرح كل الإفتراضات وما يدور على الصح أعتقد أن الانقسام قائم بفعل أن الحكومة المركزية لا تستطيع إدخال جندي واحد إلى المنطقة مهما حدث ومهما يحدث في الوقت الحاضر وليس لها أي سيطرة إطلاقا على أي ناحية من نواحي الحياة في المنطقة الشمالية وبالإضافة إلى ذلك الآن ما يسمى بإقليم كردستان ما يطالب به إقليم كردستان الآن يساوي ما يقرب من أربعة أضعاف مساحته التي نحن العراقيين نعترف بها بأنها إقليم كردستان وليس للحكومة أي تأثير في هذا الموضوع هناك تمدد وهناك احتلال فعلي من قبل إقليم كردستان لمساحات كبيرة في العراق ليس للحكومة أي سيطرة عليها وبالواقع لا تريد السيطرة عليها هي مرتاحة جدا لما يحدث في هذا الغرض لأنها مشغولة في تدمير أماكن أخرى من العراق مثل الرمادي ومثل الفلوجة إلى أن تنتهي من تدمير هذه المناطق ربما ستنتبه لما يفعله إقليم كردستان ولا أعتقد ذلك بالإضافة إلى ذلك يعني كل المبالغ التي تحصل عليها حكومة كردستان من العراق ليس هناك أي محاسبة ليس هناك أي معرفة لوزارة المالية العراقية للبرلمان العراقي أين تذهب هذه المبالغ كيف تصرف هذه المبالغ هل هناك مدققين؟ هل هناك تدقيق على هذا الشيء؟ فأقليم كردستان أنا أعتبره مستقل تماما إنما حال الأكراد يقول أنه هذا الشمال لنا هذا الإقليم لنا ونتقاسم معكم في بقية العراق هذا الشيء الذي أصبح مرفوضا من كل عراقي شريف هذا الوضع لا يمكن أن يدوم على الإطلاق وإذا أراد أقليم كردستان الاستقلال فعلى الرحبة والسعى خلوا يروحوا مع الألف سلام نعم نرغم اختلاف المسافات هذا يذكر أنه تماما ما يدور كان في جنوب السودان وشمال السودان يختسم النفط مع الشمال ولهم نفط الجنوب ويتحدثوا عن الاستقلال مع الفارق طبعا في كثير من التفاصيل لكن هذه كانت المقدمات السيد محمد الدوري هل من استشراف لمستقبل جديد لهذا البلد هل ثمت أمل في أن يتغير الواقع واقع الحال نحن مقبلين على انتخابات في بلد من المفترض أن يكون ديمقراطي حسب الصورة العامة يعني لا أدري أنا حالي حال أي عراقي يتمنى لهذا العراق أن يعود أن يعود عراقا متماسكا موحدا مرفها من جميع الجوانب متقدما صناعيا وثقافيا واجتماعيا ولكن مع الأسف الصورة الآن تسداد بؤسا وتسداد سوادا وبالتالي فأنا لا أعتقد ولا أريد أن أحبط أحد ولكن في هذه الصيغة في هذه الصورة في هذا الشكل الديمقراطي أنا لا أعتقد أننا سنتقدم خطوة إلى الأمام بل سنعود خطا إلى الوراء ولكن نظل نأمل في أن العراقيين سوف يعون بأن مستقبلهم مستقبل أولادهم مستقبل أحفادهم سوف يدمر تماما وينتهي العراق إلى الأبد ولا أعتقد هذا هو ما نتمنى لهذا البلد ذو الحضارة والتاريخ والعمق العربي الكبير مع الأسف العرب تركوا العراق مع الأسف سيد سعد الله من الذي يمسك بذمام الأمور في العراق هل تعتقد أن العراق يدار من الخارج أكثر مما هو في الداخل والله سؤال صعب الإجابة لقد اختلط علينا الخارج في الداخل يعني نحن نرى بالوقت الحاضر الدعم الأمريكي الكامل للحكومة العراقية بما تقوم به من إجرام في عموم العراق ليس في مناطق محددة لا بل في عموم العراق نرجد الدعم الأوروبي كذلك وسكوت بقية الدول العالم سكوت الدول العربية المطبق على ما يجري في العراق إذن أنا أرى أن هناك تحالف كبير بين القوى الخارجية وبين القوى الداخلية التي هي زرعتها القوى الخارجية يعني هذا واضح من سنة 2003 إلى حد هذا اليوم والأهم من كل ذلك أنه بعد 11 سنة لم يصبح العراق كاليفورنيا ولم يصبح العراق مونتي كارلو ولم يصبح العراق يعني ولو جزء بسيط من هذه الأشياء وإلا كان شفت كل شعب العراق أيد ما ما حدث في الوقت الذي يعني ربما تأخذنا العزة بالإثم كل شعب العراق نادم على ما حدث في بلدها حتى الذين أيدوا الاحتلال والدعوة أنه تحرير الآن يراجعون مواقفهم والكل يتمنى أن يعود العراق فقط العراق يعني كما كان قبل 11 عاما لا يريدوا أكثر من ذلك في ظل هذه الأوضاع أنا شاكر ومقدر ضيفي الكريمين السيد محمد الدوري المندوب السابق للعراق في الأول المتحدة وأسيس عضل الفتحي الخبير النفطي والرئيس السابق لدائرة الدراسات الطاقة في أوبيك شكرا لوجودكم ونتمنى أن نلتقي في الذكر القادمة والأوضاع أحسن حالا أريد أن أشكر لهذه المحطة التلفزيونية اهتمامها بهذا الموضوع وأنا أعتقد أنها ستكون الوحيدة من بين تلك التي أثارت هذا الموضوع خلال هذه الأيام الحزينة بالنسبة لشعب العراق شكرا جزيلا لسي أم بي سي العربية شكرا جزيلا وسي أم بي سي عربية اسمها كرسمها لأنها عربية تهتم بكل أمور العرب أنا أشكر لكم حسنا المتابعة مشاهدي الكرام تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج إلى اللقاء اشتركوا في القناة